السلام عليكم في هذا الفيديو نناقش العقوبة المفاجئة التي فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على فريق اتحاد العاصمة الجزائري في قرار صادم فرض الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار على فريق اتحاد العاصمة الجزائري السبب انسحاب الفريق من مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية ضد فريق نهضة بركان وذلك بسبب خلاف حول خريطة المغرب التي ظهرت على أقمصة النادي المغربي هذا القرار جاء بموجب المادة 148 من اللائحة التأديبية حيث اعتبر الكافة أن انسحاب الفريق الجزائري يعد تخليا عن اللعب مما يضعه في موقف حرج أمام الجماهير وقد أشار القرار إلى أن عدم إقامة المباراتين أدى إلى خسائر مالية كبيرة مما يزيد من حدة التوتر بين الأندية الإفريقية فهل ستؤثر هذه العقوبة على مستقبل اتحاد العاصمة في المنافسات الإفريقية وكيف سيستجيب الفريق لهذا التحدي الجديد الأضواء مسلطة الآن على هذا الصراع المثير في عالم كرة القدم الإفريقية